أما في جبهة لبنان فقد أفادت مراسلتنا بشن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط من الجنوب يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استهداف بنا تحتية تابعة لحزب الله في منطقة يارون بجنوب لبنان كما قصف بالمدفعية مناطق لإزالة التهديد في منطقة علم الشعب وفي منطقة الظهيرة وكانت مراسلتنا قد أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباح اليوم غارات جديدة على بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان دارين الحلوي تنضم إلينا من مرجعيون جنوب لبنان للمزيد عن الأوضاع الميدانية والعسكرية في الجنوب على الحدود تفضلي دارين فضيلة دعيني أشير إلى أن الساعة الماضية شهدنا تواترا في البيانات الصادرة عن حزب الله الذي يتحدث فيها عن العمليات التي نفذتها وحداته باتجاه أهداف إسرائيلية معظمها كان يستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين الأخيرة كانت باتجاه يارون قبلها مثلث الطيحات شميرة البغدادي طبعا وهناك استهدافا لمناحين مناعم كانت قد أسفرت عن سقوط إصابات بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أعقب هذه الاستهدفات قصف مدفعي باتجاه بلدات جنوبية في القطاع الأوسط والغربي راميا بيت ليف عيت الشعب وغيرها هذا بالإضافة طبعا إلى سلسلة من الغارات سجلت اليوم باتجاه يارون هناك أربعة غارات بتوقيت مختلفة ومتقطعة نفذتها أو نفذها الطيران الحربي بالإضافة أيضا إلى ميس الجبل التي استهدفت بغارات وقبل نحو ساعة وأكثر بقليل كان هناك استهداف لأطراف بلدة العزيسة في القطاع الشرقي لكن فضيلة الأرجح أن عدد هذه العمليات ونوعيتها تؤشر ربطا إلى ما شهدناه أيضا يوم أمس من عمليات متبدلة بين الجانبين إلى تراجع وطيرة هذه العمليات عما كانت عليه من تصعيد في منتصف الأسبوع وعلى الأرجح أنها أيضا تراجعت إلى الإطار الجغرافي أو النطاق الجغرافي الذي كان معمولا به قبل التصعيد الذي تحدثنا عنه وهذا يترجم الحديث الديبلوماسي الذي صدر عن المبعوث الأمريكي أموس هوكشتين في الساعات الماضية عندما تحدث عن لبنان وقال إن المساعي جادة من أجل إعادة هذه الأمور إلى الحد الأدنى من التوتر وهذا الأمر بات واضحا بأنه أعاد الاشتباكات والتصعيد إلى النطاق الجغرافي الذي كان معمولا به وإلى قواعد الاشتباك التي كانت سائدة طبعا بعيدا عن المدنيين وبعيدا عن استهداف الأعماق يعني عمق الجنوب اللبناني وحتى عمق إسرائيل ولكن ماذا سيفعل حزب الله الذي التزم بأنه سوف يرد على استهداف المدنيين في النبطية وكانت له عملية واحدة كان قال فيها إنها رد أولي ماذا عن الأجزاء الأخرى من هذا الرد لا شك أن الأمور باتت أكثر تعقيدا في حال بالفعل ترك المجال للإتصالات الدبلوماسية أن تعود وتنشط وتستأنفل من أجل الحد من اتساع رقعة هذا التوتر شكرا دارين الحلوي من مرجعيون ترجمة نانسي قنقر